بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض حدثنا أحمد بن عمر بن السرح قال أخبرنا بن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة باب في الكلالة حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول مرد طفاءتان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات قال فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة باب من كان ليس له ولد وله أخوات حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث قال أحسن قلت الشطر قال أحسن ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين قال فكان جابر يقول أنزلت فيي هذه الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة حدثنا مسلم ابو إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزئك آية الصيف قلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظنوا أنه كذلك باب ما جاء في ميراث الصلب حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعه فسألهما عن ابنه وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا لابنته النصف وللأخت من الأبي والأم النصف ولم يورثا بنت الابن شيئا وأتي ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنت لابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا مرأة من الأنصار في الأسواف فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتاني بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله ولم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطيهما الثلثين وأعطي أمهما الثم وما بقي فلك قال أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هم ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة حدثنا بن الصرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك بنتين وساق نحوه قال أبو داود هذا هو أصح حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتاده قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنه فجعل لكل واحدة منهم النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي باب في الجدة حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما ما خلت به فهو لها حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم باب ما جاء في ميراث الجد حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتاده عن الحسن عن عمران بن حسين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن بني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمه قال قتاده فلا يدرون مع أي شيء ورثه قال قتاده أقل شيء ورث الجد السدس حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد قال معقل بن يسار أنا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس قال مع من قال لا أدري قال لا دريت فما تغني إذا باب في ميراث العصبة حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو أشبع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر باب في ميراث ذوي الأرحام حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي وربما قال إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا حدثنا حماد عن بديل يعني بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ما له وأفك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ما له ويفك عانه قال أبو داوود الضيعة معناه عيال قال أبو داوود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له أفك عنيه وأرث ماله والخال وارث من لا وارث له يفك عنيه ويرث ماله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة المعنى حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته قال أبو داود حديث سفيان أتم وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه قالوا نعم قال فأعطوه ميراثه حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عدد الله بريدة عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه قال فاذهب فالتمس أزديا حولا قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه فلما ولا قال علي الرجل فلما جاءه قال انظر كبر خزاعه فادفعه إليه حدثنا الحسين بن أسود العجلي حدثنا يحيا يعني بن آدم قال حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه قال مات رجل من خزاعه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبير من خزاعه قال يحيا قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا أكبر رجل من خزاعه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عمر بن دينار عن عوسجاه عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقاه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له باب ميراث بن الملاعنة حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا محمد بن حرب حدثني عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد حدثنا بن جابر حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث بن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها حدثنا موسى بن عامر حدثنا الوليد أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا موسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني المحصب وذاك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم قال الزهري والخيف الوادي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عمر بن أبي حكيم الواسطي حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمر بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذا أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في من أسلم على ميراث حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمر بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام باب في الولاء حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض علي نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولا أهالنا فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمر بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمر بن العاص ومات مولا لها وترك مالا له فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن حميد قال الناس يتهمون عمر بن شعيب في هذا الحديث قال أبو داود وروا عن أبي بكر وعمر وعثمان خلاف هذا الحديث إلا أنه روا عن علي بن أبي طالب بمثل هذا باب في الرجل يسلم على يدي الرجل حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال حدثنا يحيا قال أبو داود هو بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله وقال يزيد أن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته باب في بيع الولاء حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته باب في المولود يستهل ثم يموت حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضُ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة حدثني إدريس بن يزيد حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيا المعنى قال أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت والذين عاقدت أيمانكم فقالت لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبا الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبه زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف قال أبو داود من قال عقدت جعله حلفا ومن قال عاقدت جعله حالفا قال والصواب حديث طلحة عاقدت حدثنا أحمد بن محمد حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر فنسختها فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض باب في الحلف حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا فقيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا باب في المرأة ترث من دية زوجها حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب آخر كتاب الفرائض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر